من جانبه أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية أن توجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عيده الله ورعاه شكلت خارطة طريق لتحديد الأولويات الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة وذلك باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقال معاليه لقد جاءت توجيهات الملكية السامية بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء ودعوة المؤسسات الاستثمارية لتوجيه رؤوس أموالها إلى المجالات التنموية ذات القيمة المضافة في وقتها المناسب حيث عمدت الجهات الحكومية المختصة لوضع الآليات التنفيذية في أقصر فترة وبأكثر الوسائل كفاءة سعيا للتغلب على الصعوبات المعروفة والتحديات الطارئة كتلك التي تفرضها جائحة فيروس كورونا على العالم بأسره والتي يجب أن يكون واحدا من بين أهم الدروس المستفادة منها هو الاستعداد الدائم لتوفير الغذاء بشكل مستدام وفي كل الأوقات والظروف بوصف الأمن الغذائي جزءا لا يتجزأ من مفهوم الأمن الشامل وخلال كلمته أعلن معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة أن لجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية تتابع التقدم الذي شارف على الانتهاء في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تهدف إلى ضمان التوافر المستدام للأغذية وتشجيع استخدام النظم الانتاجية المبتكرة والحد من هدر الغذاء والتي من المؤمل أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر بعد رفعها إليه خلال النصف الثاني من العام الجاري كما أعلن معاليه عن صدور الموافقة الكريمة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على مقترح إنشاء لجنة وطنية للأمن الغذائي تهدف إلى متابعة تنفيذ الاستراتيجية بعد إقرارها واقتراح السياسات المطلوبة لتعزيز التدابير المرتبطة بالإنتاج المحلي ومن المقرر للجنة التي ستضم في عضويتها عددا من أصحاب المعالي وسعاد الوزراء ذوي العلاقة أن تباشر أعمالها بعد صدور الأداة القانونية اللازمة بإنشائها قريبا وقال معاليه إن المبادرات الحكومية الحالية والمستقبلية وبتكاتف الجهود الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص ستنقل البحرين بإذن الله من المرتبة التاسعة والأربعين كما في عام 2020 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي إلى المرتبة الخامسة والعشرين بحلول عام 2030 لتتبوأ مكانة متقدمة خليجيا وعربيا وعالميا على المؤشر نفسه ذلك إلى جانب تعزيز مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي الكلي للمملكة والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وعلى صعيد متصل أشار معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة في كلمته إلى أن الجهود الحكومية منذ صدور التوجيهات الملكية السامية قد أفضت إلى اتخاذ العديد من الخطوات كان من أبرزها العمل على إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع مشاريع الأمن الغذائي وشركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري في راس حيان وتخصيص ستة وعشرين موقعا لمشاريع الزراعة دون تربة والاستزراع السمكي بهدف رفع الإنتاج المحلي في القطاعين وغيرها من المبادرات وتابع معاليه قائلا كما أن من بين المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي مبادرة تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية التي تتابع تنفيذها اللجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية وذلك من خلال تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة كنواخذه ومواصلة خفض جهد الصيد بتقليل عدد الرخص ومنع الصيد الجائر بالطرق المحضورة والتي كان منها منع الصيد بشباك الجر القاعية المعروفة هذا إلى جانب التوجه إلى منع إقامة الحضور غير المرخصة وبطريقة عشوائية والأهم من ذلك الضرر الذي تلحقه بالحياة البحرية ومن هذا المنطلق فقد تم تكليف وكالة الزراعة والثروة البحرية بإزالة الحضور المخالفة وفق برنامج يشمل كافة مناطق المملكة وفي ختام كلمته طمأن معاليه بأن المملكة تتمتع بمستوى أمن غذائي جيد ومخزون استراتيجي يغطي فترة طويلة نتيجة القدرة على الاستيراد من الأسواق العالمية وهو أمر تعمل الحكومة جاهدة من خلال خططها الطموحة على تقليل الاعتماد عليه بتشجيع الإنتاج المحلي وضيعة نصب عينها توجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه ومسترشدة في ذلك بشعار حب التحدي وعشق الإنجاز لفريق البحرين الذي يقوده بكل اقتدار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من جانبه أكد الدكتور الشيخ عبد الله بن أحبد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات خلال كلمة في افتتاح المنتدى السنوي الرابع لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات أن المنتدى يحتل مكانة مرموقة وسمعة طيبة كمنبر فكري ومعرفي ومنصة بحثية متقدمة بالإضافة إلى دوره الإيجابي في إطلاق المبادرات الخلاقة مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اختيار موضوع الأمن الغذائي كعنوان لمنتدى هذا العام باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن الوطني وهاجسا كبيرا لا مناصة من مواجهته على كافة المستويات وأضاف الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة أن مملكة البحرين جسدت ذلك بفضل الرؤى الملكية السامية لعاهل البلاد المفدة يده الله ورعاه لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة باعتباره أولوية وطنية تستدعي أقصى درجات التعاون وتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية مؤكدا في الوقت ذاته أن تحليل الأحداث يشير إلى أن جائحة كوفيد-19 أحدثت تحولات عميقة في العالم بأسره بدرجة غير مسبوقة وأظهرت الحاجة الملحة لتوفير أمن غذائي خليجي ترجمة نانسي قنع